تولي وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين اهتماما كبيرا بدعم وتمكين الشباب باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية وركزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة كما تسعى الوزارة جاهدة لخلق بيئة داعمة ومحفزة للشباب تتيح لهم فرصا حقيقية للإبداع والابتكار والمشاركة في مختلف مجالات الحياة تواصل وزارة شؤون الشباب في مملكة البحرين جهودها الحثيثة لدعم وتمكين الشباب البحريني ايمانا منها بأهمية دورهم كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة كما تسعى الوزارة جاهدة لخلق بيئة داعمة ومحفزة للشباب تتيح لهم فرصا حقيقية للإبداع والابتكار والمشاركة في مختلف مجالات الحياة وخلال السنوات الأخيرة شهدت جهود وزارة شؤون الشباب خطوات ملموسة على أرض الواقع وأثمرت عن إنجازات هامة على مختلف الأصعدة مثل ازدياد عداد المبادرات الشبابية المبتكرة من خلال دعم وتشجيع الشباب على إطلاق مبادراتهم الإبداعية وتعزيز روح التطوع لدى الشباب من خلال تطوعهم ومشاركتهم المجتمعية فقد جاءت خدمة بادر ذات الحلول المبتكرة والمعنية بدعم المبادرات الشبابية المبدعة والمساهمة في حل قضايا المجتمع بالإضافة إلى خدمة المستشار لدخول المعنيين من الجهات الحكومية وخدمات مراكز تمكين الشباب والهيئات الشبابية لتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات بالإضافة إلى المشروع الوطني لامأ الذي استطاع أن يجد صفوفا قيادية مميزة بين الشباب إنما تشهده مملكة البحرين من إنجازات ملموسة على مختلف الأصعدة يدل على عظم دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة وجهد وزارة شهون الشباب لتمكين الشباب تعد استثمارا حقيقيا لمستقبل المملكة مما يبشر بآفاق واعدة مليئة بالإنجازات والإبداع ترجمة نانسي قنقر